بلادي منار الهدى أهلاً ومرحباً بكم من جديد أي ميزة للتاريخ نرجوها إن لم يكن في العناية به واسترجاعه تحقيقاً للغايات العليا ومنها حفظ الذاكرة من آفة النسيان انتصاراً للإرادة الإنسانية وتعميقاً لمفاهيم التأسيس والاعتبار أو التأسي والاعتبار من كسب المراجعة الباصرة بإعلاء ما هو حقيق بالمحافظة عليه وأيضاً سد الثغرات والمنافذ التي كانت سبباً في الخلق هذه هي دورة الأيام تقترب بنا لأول احتفاء بيوم التأسيس غداً الثلاثاء بإذن الله تعالى هذا القرار الذي يحمل الأبعاد المضيئة التي يتوجب علينا أن نقف عندها ملياً ونستذكرها بروية ومكث ونستنطق ما تستوطنه من معاني وأحداث للحديث أكثر عن هذا اليوم الاستثنائي يوم التأسيس نسعد باستضافة الدكتور سعد العريفي الباحث المتخصص في تاريخ المملكة العربية السعودية دكتور سعد حياك الله معنا في المجد الوطن حياكم الله وانا أسعد بوجودي بينكم ونحن كذلك بداية ونحن في هذا اليوم الاستثنائي وقبل أن نخوض بالحوار مع الدكتور سعد نستقبل أيضاً مشاركاتكم ومشاعركم في هذا الاحتفال عبر وسم البرنامج على تويتر المجد للوطن نستقبل عليه تغريداتكم وأيضاً كل ما تودون إبرازه وأيضاً المشاعر التي تحملونها في هذا اليوم الاستثنائي وهذا الاحتفال بهذا الوطن دكتور سعد خليس نبدأ وياك مع الاحتفال بيوم التأسيس ونحن على بعد ساعات بل نحن بدأنا في المظاهر بدأت من الآن لاكتمال المشهد بشكل كامل هناك تساؤل ممكن ما هو يوم التأسيس؟ يوم التأسيس هو اليوم الذي بدأ فيه الإمام محمد بن سعود بإقامة وإنشاء الدولة السعودية الأولى على مناهج وأسس راسخة ضمنها فلسفته في حكم الدولة السعودية بمناهج مغايرة عن حكم الأمراء السابقين حيث كفل للدولة السعودية الأولى حفظها واستقرارها وسيادتها وجعل للدولة السعودية الأولى مميزات وخصائص ميزتها عن عهود الإمارة السابقة جميل وحديثك عن المرحلة الأولى من الدولة السعودية بالتأكيد ونحن نستذكر ونعود بالذاكرة إلى الخلف هذه المرحلة رغم صعوبتها وهي نقلت تاريخيا بالعديم الرواية مثلما ذكرت هذه الروايات الموثوقة لو نستذكر بشكل سريع كيف بدأت الدولة السعودية الأولى الدولة السعودية الأولى ليست دولة ناشئة وليست دولة جديدة وإنما هي دولة ممتدة في التاريخ وضاربة في التاريخ يمتد عمرها إلى جذور طويلة لعل من أبرز الملامح التي كونت شخصية الدولة السعودية الأولى هي الجذور الممتدة لقبيلة بن حنيفة القبيلة التي سكنت في وسط الجزيرة عربية منذ العام 400 ميلاد 200 سنة قبل الإسلام وبدأت قصة الحضارة حينما أنشأوا مملكة حجر اليمامة المملكة التي شهدت قصة حضارة سادت لأكثر من قرنين ثم بدأت بالخفوط ثم بدأت عشيرة بن حنيفة القبيلة التي يمتد الأسرة المالكة أهل سعود منها ثم بعد ذلك عاد مانع بن ربيع المريدي من شرق الجزيرة العربية إلى وسط الجزيرة العربية بدعوة من ابن عمه حاكم حجر اليمامة بن درع وقطعه الدرعية التي هي ما بين غصيبه و من الإبيد وبدأت قصة الدرعية التي تسلسل فيها بنو مانع بن ربيع المريدي وأحفاده وصولا إلى الإمام محمد بن سعود الذي كان سليل أسرة حاكمة فأبوه حاكم و جده حاكم وأجزاده كذلك كانوا حكام فبدأ الإمام محمد بن سعود بإنشاء دولة سعودية تقوم على أسس من أهمها السيادة و من أهمها حفظ الأمن و من أهمها حفظ الأمن الإقليمي و من أهمها حفظ الطرق التجارية و الدينية فكانت هذه قصة قيام الدولة بالتأكيد و بذكرك على سيرة الإمام محمد بن سعود و هو سليل سادة و حكام لهذه المنطقة بالتأكيد أن هناك عديد من العوامل لشكلت شخصية الإمام محمد بن سعود و مكنتها من قيادة المنطقة في تلك الفترة الصعبة بهذه العقبات و أيضا بتلك الظروف أبرز ما شكل شخصية الإمام محمد بن سعود في تلك الفترة الإمام محمد بن سعود كما ذكرنا هو ولد في عهد جده محمد بن مقرن الذي كان يحكم الدرعية وكانت ولادته في العام 1090 للهجرة وشهد في منزل جده ووالده هذه الحكومة التي تدير الدرعية آنذاك ونزاعات والخلافات سواء بين أمارات الدرعية بين أنفسهم أو بين الدرعية والأمارات النجدية أو تسلط القوى المهيمة التي تتطلع إلى النفوذ إلى الإمارات النجدية كذلك كان أحد قادة والده إبان حكمه في الفترة ما بين 1132 للعام 1137 للهجرة خلال خمس سنوات هذه كان قائد الجيوش السعودية في عهد الدولة السعودية الأولى في عهد إمارة الدرعية في عهد والده وكان لديه جهود مهمة من أهمها أنه صد هجوم قبيلة سعدون بن محمد قبيلة بن خالد في العام 1133 للهجرة كما أن الإمام محمد بن سعود في فترة حكم والده شهد الكثير من التقلبات السياسية في الإمارات النجدية وبعد وفاة والده وتنازع الحكام على حكم الدرعية بدأت الإرهاصات السياسية تشكل لدى الإمام محمد بن سعود هاجس لحفظ أمن الدرعية وإنشاء هذه الدولة السعودية الأولى وكما أن الإمام محمد بن سعود عرف عنه أنه كثير الصدقات وكان كثير الخلوات والعبادات وكان كثير التأمل وكثير التفكر وكانت صلته بالأهالي وثيقة وكان يتطلع للمحتاج منهم ويكفيه عوزه وما إلى ذلك مما كون شخصيته لذلك وهو ابان هذه المخاضات فكر في إنشاء دولة سعودية بمنهج مغاير عن الإمارات التي كانت تتعاقب على حكم الدرعية بل في فترة فترات كانت الدرعية تحكم من أسرتين في حيين فعمل على إنشاء الدولة وبحديثنا عن الدرعية ممكن في صفحات التاريخ وأيضا الرواة الذي وثقوا تلك الفترة نشهد دائما ارتباط ما بين الإمام محمد بن سعود وما بين الدرعية كمكان وكبيئة أكيد كان هناك ارتباط وثيق هذا اللي شفناه في صفحات التاريخ كيف ممكن نوصف هذا الارتباط الوثيق ما بين الإمام وما بين الدرعية كبلدة الإمام محمد بن سعود هو من عشيرة الدروع وهذا الاسم الذي جعل مانع بن ربيع المريدي ينشئ الدرعية على اسم عشيرته نظر الدروع وإمام محمد بن سعود ولد في الدرعية وعاش في الدرعية وحكم جده وأبيه في الدرعية وكان يتطلع لأن تكون الدرعية يعني كما صارت جوهرة المملكة وجوهرة وادي حنيفة وأس وادي حنيفة الذي بنيت عليه الكثير من الحضارات والكينات اللي كانت موجودة على وادي حنيفة ففي وادي حنيفة كان أكثر من 150 بلد ومستوطنة وقرية كانت تحكم وكانت تعيش وكانت تستوطن هذا الوادي العريق ووادي حنيفة على ضفاف جبل طويق و جبل الأشم صحيح وهذه مثل ما ذكرت أهمية هذه البلدة الدرعية الدرعية كعاصمة لكل هذه الفترات التاريخية ونشهد أيضا في هذه الأيام أيضا الاهتمام الكبير والبالغ من القيادة الرشيدة بهذا المكان كعمق تاريخي للمملكة وسنأتي الحديث هذا في تالي اللقاء إن شاء الله لكن خلي تكلم عن العمق التاريخي للدرعية وأيضا العمق التاريخي لثلاثة قرون من الدولة السعودية ما يقارب الثلاثمائة سنة وهذه فترة مهب قصيرة عمق تاريخي كبير كيف نستشعر هذا العمق في هذه الأيام في هذه الأيام ينبغي على المواطنيين والمقيمين ومن يعيش على هذه الأرض ومن يحب هذه الأرض أن يستذكر في يوم التأسيس الجهود التي بذلت سواء من الأباء المؤسسين أو من الأجداد الذين ساندوا هذه القيادة لجعل هذا الحلم وهو حلم الوحدة التي فقدت في الجزيرة العربية منذ ألف سنة فكانت الدولة السعودية هي من تزعم هذا الأمر واستطاعت بفضل قيادتها الحكيمة وبفضل شعبها الذي أيدها وساندها حتى عمل أمن أطراف الجزيرة العربية كذلك في هذا اليوم علينا أن نحترم القيادة الرشيدة وعلى ما بذلت هذه القيادة بامتدادها التاريخي وعمقها التاريخي من جهود سواء في صيانة وتوسعة الحرمين الشريفين سواء في صيانة الأرواح في المملكة سواء في حفظ الأمن سواء في تعزيز الجهود لجعل هذه المملكة منارة حضارية نتباهى بها أمام الأمم الأخرى فهذا يوم للشكر وذكر الأمجاد التي سطرها الأجداد بمداد من نور في سجلات الشرف والإباء صحيح منارة ثقافية سواء الدرعية وأيضا الحضارة التي في الدرعية وأيضا نشهد في هذه الفترة الاهتمام الكبير من نقل الرواية التاريخية الموثوقة الصحيحة بالإضافة إلى نقلها إلى كافة الأجيال وهذا ما نرجوه نشاهد في هذه الأيام ترسيخ كبير لهذا المفهوم نحن كمنسوبة أو باحثين متخصصين في التاريخ وإنك الدكتور سعد الأخبر في هذا المجال كيف ممكن أن ننقل مثل هذه المعلومات وهذا المحتوى التاريخي الذي تضمن هذه الثقافة كيف ننقل المجتمع بشكل كامل؟ والله المجتمع علينا بغي أن يكون كلهم مؤرخين وإلا لا فسدت تجارتنا لكن التاريخ هو جزء من قصة وسردية هذا الوطن ويعلم في المناهج التعليمية والوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك الجمعيات جمعيتنا في العام يقومون بالجهود مبذولة ومشكورة للتثقيف حول أهمية العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ونرى جهود مشكورة سواء من الجمعيات أو من دارة ميك أبد العزيز أو من المكتبات العامة التي تحاول أن تبسط هذا المفهوم سواء بالفيديوهات المختصرة أو بالإنفوغرافيكس وتجربة تطوير مناهج التعليم الدراسات الاجتماعية هي تجربة ممتازة جدا جعلت من التاريخ بدل أن يكون مادة جافة صار مادة مسلية ونرى الإقبال على مناهج الدراسات الاجتماعية الآن يفوق عما كان بسبب تحبيب الناس في هذه المناهج صحيح ونحن على طال التوثيق وما إلى ذلك من نقل هذه المعلومات التاريخية وأيضا هذه المعلومات التي قد يكون فيها مصادر ومصادر أخرى على هذا الذكر بالتأكيد العلامة الأبرز دارة الملك عبد العزيز والتي نشهد فيها اهتمام كبير بالمعلومة الصحيحة بالتوثيق الصحيح لتاريخ المملكة العربية السعودية كيف شفت هذه المجهودات خلال هذه الفترة بالتزامن مع يوم التأسيس الدارة هي أم التاريخ والحضارة التي منذ أن أولاها اسمه مولاي خادم الحامل الشريفين رعايته أصبحت منارة ثقافية من يتحدث عن دارة الآن يتحدث عن جهود كبيرة جدا سواء كان في التوثيق سواء كان في البحث سواء في الإسناد سواء في المشاريع العلمية القائمة سواء في الإصدارات هي إصدارات علمية محكمة كذلك في التنوير والتثقيف سواء من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال الكتب والمشروعات العلمية التي تصدرها فالدارة بجهود مولاي خادم الحرمين واسمه سيدي النائب رئيس مجلس الإدارة الأمير الحمد بن سلمان يولونها رعاية كبيرة جدا والأمين عام للدارة الدكتور فاتس ماري يعني هو أستاذنا في هذا المجال ومن هنا نتعلم الكثير بالتأكيد جهود الدارة يعني واضحة للجميع صراحة لا بالتزامن مع يوم التأسيس ولا حتى من قبل ذلك من خلال هذه الأنشطة الذكرتها والعدي من المبادرات والبرامج التي تنفذها الدارة بالإضافة للإصدارات العديدة على مدار السنة وهذا مجهود من الدارة يستحق الشكر للأمانة منها وفي هذه الأيام برز المجهودات بشكل أكبر بالتزامن مع يوم التأسيس واعتمادة كذكرى سنوية لتأسيس هذه البلاد أيضا على ذكر هذه المجهودات نشهدها في هذه الأيام والاحتفاء والاحتفال من كافة الجهات والفعاليات بالتأكيد المواطن أو المواطنين والمقيمين حتى المجتمع المحلي بشكل عام يشارك في مثل هذه الفعاليات والاحتفاء الانتماء موجود من كافة الناس للمشاركة في مثل هذه الفعاليات ويش تقول للناس بهذه المشاركة نقول شاركوا وفرحوا واسعدوا هذا يوم فرح ويوم سعادة ويوم سرور نتذكر فيه هذه المجهودات الكبرى ونتعملها ونعي واجباتنا تجاه وطننا وتجاه هذه الأرض التي احتضنتنا طوال هذه السنين ونفكر في مستقبل باهر وفي صناعة ممكنات لهذه الرؤية الحكيمة سواء من خلال الإسهام المباشر في هذه الرؤية أو تعزيز هذه الجهود من خلال نشر الوعي وتعزيزه بين المجتمعين مثل ما ذكرت هذه المسؤوليات التي علينا جميعا ونحن في هذه الأيام ونشهد هذه الإنجازات والمسير بشكل مستقيم ومتسارع إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتأكيد أن في هذه الفترة وبالامتداد التاريخي العريق لثلاثة قرون أن نستلهم العديد من الدروس والعبر من تلك الفترة ونسقطها على هذا الزمن لنحقق الإنجازات لنحفز أنفسنا للمشاركة في تنمية هذا الوطن هذه السنوات ما يقارب الثلاثة قرون كيف ممكن أن نستفيد منها لبناء هذا الوطن في هذه الأيام نستفيد منها أن لسنا طارئين على التاريخ ولسنا حديثي عهد بالحضارة فإنما الدولة السعودية هي امتداد لحضارات الجزيرة العربية التي كانت موجودة فيها عاد ثموت طسم جديس الحضارات التي يقيمت في العلا ددان لحيان كذلك الأحقاف وحضارات في ثاج ودوسرية كثير كثير الحضارات في الجزيرة العربية وجزيرة العربية هي أم الحضارات صحيح يعني فخارية وما شابه ذلك إلا دلالة على أن هذه الأرض هي واللادة بالحضارات وما الدولة السعودية إلا إحدى الحضارات التي نباه بها الأمم لذا فعلينا استشعار هذه المسؤولية واستشعار مال وطننا من إرث ممتد من ثلاثمائة سنة وأكثر فهذا الإرث يتوجب علينا المحافظة واستشعار المسؤولية والحديث بثقة أمام الآخرين أننا من أرض ذات حضارة وذات ثقل والآن نشهد في المجتمع الدولي ما للمملكة العربية السعودية من قوة وجسارة في القرار الدولي وهذا بلا شك ليس وليد الأمس وإنما هو وليد حضارة انتدت من قرون مثل ما ذكرت على ذكر المجتمع الدولي ومشاركات المملكة دائما الخارجية عن طريق العديد من ممثلياتها القنصليات والسفارات وأيضا حتى الوزارات المهتمة ذات الشأن المتواصل داخليا وخارجيا وعلى هذا الذكر ونحن أيضا في يوم التأسيس ونستذكر هذا التاريخ والحضارة الكبيرة للمملكة العربية السعودية ونشهد في هذه الأيام نقل المعلومة الصحيحة عن المملكة العربية السعودية سواء تاريخيا أو كل ما يخص الحضارة والثقافة السعودية في السنوات الأخيرة بدأنا نشاهد نقل الصورة الصحيحة من الجهات الموثوقة الرسمية في المجتمع الدولي من قبل المملكة العربية السعودية سواء عن طريق ندوات الممتحدة أو الملتقيات والمعارض الثقافية كيف شفت في السنوات الماضية مشاركات المملكة خارجيا لنقل هذه الصورة عن المملكة؟ شوهت صورة المملكة كثيرا في الفترات المبكرة وهذا بلا شك من حسد الأقرام فكل دولة لا تريد أن تطغى دولة عليها وكذلك بعض الأجندات التي كانت معروفة من الجمعيات المشبوهة لكن المملكة العربية السعودية في الأون الأخيرة وكذلك بتوجيهات مولاي خادم حرمين جعلت من شباب المملكة العربية السعودية ومثقفيهم لهم دور وكلمة في الخارج لذا بدأ الصوت السعودي في الخارج يكبر ويعلو فما أن تبدأ شبهة أو تهمة تلقى فيها السعودية حتى تجد شبابنا لها بالمرصاد وأدى شباب السعوديين ومثقفيهم على وجه الخصوص دور مبهر جدا في التصدي لأي تيار من التيارات التي تستهدف المملكة سواء سياسيا أو ثقافيا أو على أي صعيد آخر كمان المجتمع أصبح واعي وأصبح مثقف والتقنية الآن أصبحت سهلة والأمية بدأت تنعدم فهذا بلا شك جعل من المملكة وشبابها ومثقفيها لهم دور مؤثر جدا في تشكيل بعض التوجهات التي تؤثر على الإعلام سواء العربي أو الغربي صحيح ونحن نتحدث أيضا عن جهود الشباب والكفاءات السعودية الشابة التي شفناها سواء من ناحية المثقفين أو أيضا تمثيل المملكة خارجين أو داخلين أو حتى في منصات الإعلام سواء التلفزيوني أو الإذاعات حتى منصات التواصل الاجتماعي وجودهم مثل ما ذكرت بالوعي الكامل وأيضا بالمعلومة الدقيقة الصحيحة وقوة الحجة التي تنقل الصورة الصحيحة والسليمة على المملكة العربية السعودية هذا يقودنا أيضا إلى الكفاءات الشابة في المملكة العربية السعودية ونحن نشاهد في هذه الأيام تمكين كبير للشباب سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وأيضا رياضة الأعمال في كافة المجالات المملكة تقوم على الشباب وأدوارهم ككفاءات من الشباب وشابات المملكة كيف نرى في هذه الأيام هذا التمكين وش اللي نتوقع إن شاء الله في الأعوام القادمة الله اللي نراها الآن من تمكين القيادات الشابة سواء في الوزارات أو في المناصب المهمة أو في الهيئات أو كذلك في المناشط الثقافية هذا بلا شك يدعو إلى أن المملكة العربية السعودية يعني متوجهة توجهة قوي في استثمار شبابها إلى أن يكونوا صناع للمستقبل بإذن الله وما نرى من القيادة الشابة باسمه وليل عهد أمير الحمد وسلمان إلا مثالا حينما يقول أنا أعيش بين شعب عظيم هذا بلا شك يدعو إلى الذهول والانبهار بكمية ثقة هذا المسؤول وهذا القياد بهذا الشعب الذي يناصره ويسانده في توجهاته التي يرى ويراد لها إن شاء الله الخير للبلاد بإذن الله بتأكد أنه يراد لها الخير ودائما هذه الخطط التي تعتمد من القيادة الرشيدة في رؤية المملكة 2030 التي بنيت على تمكين الشباب وأيضا الاستفادة من هذه الطاقات الكامنة في أبناء وبنات المملكة وتمكينهم أيضا من هذه المناصب التي تصنع القرار وأيضا تصنع الرؤية السعودية الرشيدة دائما نشهد في هذه الأيام اعتماد كبير من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص وريادة الأعمال وغيرها حتى المجال غير ربحي نشاهد فيه كفاءات شابة سعودية متمكنة صاحبة خبرة صاحبة كفاءة صاحبة أيضا شهادات واعتمادات كبيرة حتى دولية وأيضا ما تمثل المملكة بشكل كبير ونحن نتحدث عن هذه الكفاءات دكتور سعد شهدنا أثر كبير في هذه الأعوام تسارع كبير في المنجزات المشروع أو المبادرة التي يخطط لها أن تنفذ في خمس سنوات تنتهي في ثلاث سنوات أو حتى سنتين ونص المخطط العشر سنوات في خمس سنوات تلاقي وهذا بالتأكيد يدل على كفاءة العمل من قبل الشباب السعودي وحنا في هذه الأيام ونحن نستذكر قوة الشعب السعودي قوة الحضارة السعودية اللي دائما نستشعرها حنا في كل مكان في هذا اليوم ونحن نحتفل بيوم التأسيس كيف ممكن أن نستفيد من هذه الطاقات الموجودة حاليا وأن نبني عليها أفكار مبادرات وأيضا تنمية أكبر للمجتمع السعودي في السنوات القادمة الشعب السعودي أساسه راسخ وأساسه صحيح وليس مختل الأركان لذلك توجهاته دائما سليمة ومن يرى في التحديات التي يراهن عليها سمو سيدي ألمير الحمد للسلمان يجد ما لهؤلاء الشباب من قوة وإصرار في تنفيذ هذه الرؤية وإلا ميدان الفورميلة في جدة نفذ في أيام قليلة البوليفارد كيف بني وكيف تسارعت بنيانا بأيدي شابة سعودية وبقيادة سعودية و هذا بلا شك السرعة ليست كل شيء وإنما حب العمل والتفاني فيه يجعل من هذا الإنجاز سريعا و هذا اللي نراه الآن في تمكين مستهدفات الرؤية و نراه الآن أمام عيوننا الماثلة هذا بلا شك يعطينا فخر و يعطينا اتزاز و يعطينا أمل في أن القادم بإذن الله مشرق و أن القادم بإذن الله أفضل و أفضل بهذه القيادة و هذه الرؤية بالتأكيد أن القادم أفضل و لعلي الوقت مر سريعا علينا لكن خلينا أختم بلقتتين سريعة نحن في هذه الأيام و نحن نحتفل بيوم التأسيس نشاهد هذه الثقافة هذا النشر و الترويج لهذه المعلومات التاريخية الصحيحة الموثوقة نشهد محتوى إعلامي كبير و ضخ إعلامي مناسب لأهمية هذا الحدث على الجانب الآخر و أنت الباحث متخصص و أخبر في هذا المجال كيف ممكن أن ننقل هذه المصادر و هذه المعلومات ببساطتها بعيدا عن المستوى العالي ممكن من المتخصصين لطلابنا في الجامعات لطالباتنا لأيضا الجيل الحالي الموجود من شباب و شابات الوطن كيف ممكن أن ننقل لهم كل هذه الحضارة و هذه الثقافة الحضارة في كل مكان تجدها واضحة و هم الموسى لما تمر في طريق و تجد الطريق نظيفا فهذا بلا شك انعكاس للحضارة التي عاش عليها سكان هذا الطريق و حينما تمر على جدران و هي غير مشوهة هذا بلا شك يعكس مدى رقيه هذا الشعب في تلويث في الجدران كما أن الجامعات و قصة التعليم و قصة الحضارة بانعكاس لما هؤلاء الطلاب من حضارة جعلتهم يرتقون بأنفسهم في سلم العلوم و أما نقل العلم التاريخي إلى جميع الجيل هذا بلا شك ليس من مهمة المؤرخين و لو مهمة المؤسسات لكن تذكيرهم في العمق التاريخي الذي هم يعيشون عليه و مدى الاتصال الحضاري في الحضارات التي قامت على الجزيرة العربية هو واجب المؤرخين و واجب المثقفين و واجب الحكومة عليها أن تثقف هذا الشعب من خلال المنشورات الدورية من خلال الإصدارات سواء انفوغرافيك أو فيديوهات أو ما شابه حتى يعلم سكان هذه الأرض من مواطنين أو مقيمين ما لاتصالهم بالتاريخ السعودي إلا هو سلسلة من سلسلات حضارات الجزيرة العربية بالتأكيد هذه الحضارة و الثقافة الوطنية الكبيرة هي لا تسعح الحلقات و للساعات الحديث عنها الوقت مرة سريعا معك دكتور سعد حول هذا الحديث لعلي أختم معك رسالة توجهها و نحن على بعد ساعات من يوم التأسيس رسالة نوجهها إلى المجتمع بشكل كامل أنا أقول أفرحوا و استانسوا و افخروا بهذا اليوم هذا يوم التأسيس هذا يوم سعادة يجعلنا نتأمل ما عمله الأباء المؤسسين إمام محمد بن سعود و بنوه و كذلك أجدادهم حينما أقاموا الحضارة في وسط الجزيرة العربية سواء حجر الإمامة أو الدرعية الوقوف على الأطلال و استذكار هذه الجهود التي بدلها مؤسسي الدولة السعودية و كذلك الأباء و الأجداد الذين ساندوهم في قصة هذه الحضارة هذه الحضارة لم تنقل إلينا بالسهل و إنما أتت على دماء و على جهود و على صبر تحمله هؤلاء ليصل إلينا فعلينا شكر هذه النعمة و الفخر بهذا المنجزة الحضاري بالتأكيد نشكر الله على هذه النعمة و هذا الأمن و الأمال اللي نحن عايشين فيه أيضا الشكر لك الدكتور سعد العريفي الباحث متخصص في تاريخ المنوكة العربية السعودية شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في المجد الوطن الشكر لكم و أسعد باستضافة عندكم أيضا الشكر لكم مشاهد الكرام على متابعتكم مستمرين معكم في تغطية